كل أبناء مصر الموجودين في أوكرانيا وتحديداً الموجودين في شرق أوكرانيا أو في العاصمة كييف النداء لكل الناس الرجاء لكل الناس لو سمحتوا خليكوا التزموا تماماً بتعليمات السفارة المصرية السفارة المصرية في كييف أرجوكوا التعليمات اللي بتقولها أرجوكوا نفذوها تماماً خاصة المناطق اللي هي شرق على الحدود الشرقية ما بين أوكرانيا وما بين روسيا منطقة سومي وغير هذه المناطق اللي فيها الحرب اللي شغالة والعملات العسكرية اللي شغالة عملية في منتهى الصعوبة بنتكلم على حرب بنتكلم على ما فيش مطارات ما فيش طيران حركة طيران مغلقة أجواء مغلقة الدنيا يعني مقلوبة وتهديدات بنووي وغير نووي بالتالي الأهم النهاردة سلامة كل المصريين كل واحد موجود في أوكرانيا سلامتكم أهم حاجة عند الدولة وعندنا كلنا اللي موجودين في غرب أوكرانيا عندهم حركة إنهم يقدروا يتحركوا من خلال أيضا تعليمات السفارة المصرية السفارات المصرية اللي موجودة في كييف أو أوكرانيا اللي موجودة في المجر سلوفاكيا موجودة في رومانيا موجودة في بولندا عايزة أقول لحضراتكم كله بيشتغل خليط نحل واحدة عشان أيضا تسهيل حركة المواطنين المصريين يخرجوا من أوكرانيا يوصلوا لهذه الدول وبالتالي بعد كده الدنيا تكون أفضل المهم إنه تخرج من المكان ده هتخرج إزاي السفارة هتقول لحضراتكم الترتيبات اللي بتتم خلي بالحضراتكم من شرق إلى حدود بولندا مثلا بتتكلم على 1400 كم عملية في منتهى الصعوبة ومش وضع سهل وضع حرب روسيا واخد المجال الجوي الأوكراني يعني مفيش سيارات هتعرف لا تطلع ولا تنزل في أوكرانيا ولا مطارات أوكرانيا يعني محدش هيقدر أبدا ولا دولة في العالم عشان كده كل الموجودين في أوكرانيا النهاردة بيهربوا لو كانوا أمريكان بيهربوا لو إنجليز بيهربوا لو أوكرانيا بيهربوا أي جنسيات بتهرب محدش بيقدر يبعث النهاردة ولا طائرة مفيش مطار الدنيا مقفولة وبقت روسيا عاملة مظلة أي طيارة نزلة طلع هتتضرب روسيا ما بتهزرش فأرجوكوا لو سمحتوا التزموا بتعليمات السفارة المصرية في كيف عندكم الرسالة بتاعتها عندكم أقصد للتليفونات بتاعتها مواقع اللي موجودة عندكم مع أبناء الجالية المصرية علي فاروق وباقي الجالية المصرية اللي شغالين على مدار الساعة عايزين الناس آه تتحرك ولكن ما تتحركش لوحدك أرجوك ما تتحركش لوحدك اتحرك بناء على تعليمات لأنه فيه حرب الموضوع يا جماعة زيادة فعندنا مخاوف عليكم والدولة كلها النهاردة شغالة ليل ونهار ومؤسستها عشان ترجع ترجع حضراتكم تخركوا على الأقل من هذه المناطق اللي هي النهاردة غير آمنة ما قدرش أقولك ما فيش آمن فيه فوضى فيه حرب فيه ناس النهاردة ماسكين سلاح في أيديهم ما تعرفش ده مين توزع عليهم السلاح ودعوات النهاردة إنه ناس تنضم أيضا لأوكرانيا عشان تواجه الروس زي ما حصل في أفغانستان في نهاية السبعينات دعوات كده النهاردة من رئيس أوكرانيا النهاردة زي لينيسكي فأنت ما تعرفش مين مع مين ومين ضد مين ومين مع السلاح وده مين فأرجوكوا التزموا تاني مرة واثنين وثلاثة وهيكون حالا معنا أسعاد السفير صلاح عبدالصادق حالا مساعد وزير الخارجية للشؤون المنصلة عشان نتطمن على العديد من الأوضاع كمان ولكن خلينا نعرف إيه اللي جاي والتطورات اللي حصلة إنه فيه مواطن مصري كمان أصيب وهناك تحرك من الدولة مؤسستها سيد وزير الخارجية لقاء النهاردة ما بين السفير صلاح عبدالصادق وأسرة المواطن المصري خلينا نشوف إيه الحكاية وإيه اللي حصل نهاردة